حلقة جديدة من سوريا اليوم مشاهدين أهلا بكم وفي محورنا الأول قادة الجيش والمخابرات التركية يجتمعون على الحدود مع سوريا الاجتماع تناول تطورات شمال سوريا وجهود الحفاظ على وقف إطلاق النار بمحافظة إدلب في ضوء اتفاق سوتي بين تركيا وروسيا تحرك تركيا هذا سبقه تلميح روسي بأن ما حدث في إدلب في الأيام الأخيرة لا يروق لها باعتباره يهدد اتفاق سوتي روسيا الباحثة عن حجة لإنهاء ملف إدلب بشتى الطرق في محورنا الثاني مشاهدين تحرك أمريكي غير مفهوم سفن حربية وقوات من المارينز باتجاه سوريا للمساعدة في تأمين القوات الأمريكية المنصحبة بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين أهلا بكم مشاهدين من جديد عقد وزير الدفاع التركي مع قادة في الجيش ورئيس هيئة الاستخبارات على الحدود التركية مع سوريا بحثوا وناقشوا تطورات الأوضاع في إدلب بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة وذلك بالتزامن مع دفع أنقرة بمزيدا من التعصيزات العسكرية إلى حدودها مع سوريا بولاية هاتاي المزيد حول هذا الموضوع في التقرير ثم نعود للنقاش مع ضيوف سوريا اليوم مصير إدلب محور مباحثات القادة العسكريين والأمنيين الأتراك فبعد اجتماعه بالطاقم العسكري والأمني في الحكومة التركية خرج وزير الدفاع التركي خلوص أكار ليعلن استمرار التنسيق مع روسيا فيما يخص ضمان وقف إطلاق النار في المحافظة وأن بلاده تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على التهديئة في المنطقة تصريحات الوزير التركي جاءت عقب اجتماعه برئيس هيئة الأركان ورئيس الاستخبارات وقائد القوات البرية على الحدود التركية مع سوريا في ولاية هاتاي من أجل مناقشة التطورات بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على إدلب وطرد خصومها الذين كانوا يوسمون بالاعتدال ورغم عدم وضوح الرؤية فيما يخص تعامل الضامن التركي مع متغيرات المشهد في إدلب إلى أن الثابت الوحيد هو دفع أنقرة بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدودها المتاخمة لمحافظة إدلب وإجراؤها مناورات عسكرية عند نقطة الصفر من المنطقة الحدودية في قضاء ييلدا الاجتماع الأمني التركي على المستوى جاء عقب تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زغاروف بعدم استماح بتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى معقل لما وصفتهم بإرهابي النصرة وسط أنباء عن حشود قوات النظام قرب المنطقة منزوعة السلاح والممتدة من الساحل إلى رفحمة سيطرة هيئة تحرير الشام على إدلب يضع المنطقة أمام عدة سيناريوهات أولها التدخل العسكري التركي المباشر من أجل ضمان استمرار اتفاق التهدي الموقع بسوتي وثانيها تكليف فصائل المعارضة بالقيام بالمهمة بدعم اللوجستي من قبلها فيما لن يكون السيناريو الثالث بعيدا عن إبقاء الوضع على ما هو عليه والتعامل معه وفق القرارات الدولية التي تجمع على وضع الهيئة على قوائم الإرهاب ما قد يفهم حسب مراقبين أنه ضوء أخضر لروسيا أو النظام للمباشرة بقصف أو اقتحام ما سيطرت عليه الهيئة ومع ذلك كله يبقى باب الاحتمالات مفتوحا في ظل كثافة الضباب الذي يسيطر على رؤية المشهد في المنطقة إذن مشاهدين لمناقشة هذا الموضوع نضم إلي فيها الستوديو العميد أحمد رحال المحلل العسكري ومعنا أيضا المحلل والباحث المتخصص بشأن التركيا سيد فراس ردوان أغلو رحب بكم ضيفي سوريا اليوم وأبدأ معك سيد ردوان أغلو هل تعتقد أن لدى تركيا ما يكفي من الأسباب للتدخل في إدلب اليوم سواء بشكل مباشر أو سواء عن طريق الفصائل التي تقوم بدعمها بشكل أو بآخر؟ يعني الكل يعلم أن تركيا هي متواجدة بنقاط المراقبة نقاط العسكرية وهي نقاط حقيقة نقاط قتالية يعني الذي يعلم أن القوات العسكرية المتواجدة هناك قوات قتالية إضافة إلى أن ربما ما حصل مؤخرا يعني ربما لا أريد أن أقول أنه كان شيئا مفاجئا أو شيئا غريبا لكنه استغلال للظروف التي حصلت في تلك المنطقة ولكن أعتقد أن هذا الشيء قد يضعف تركيا في بعض المناطق وخصوصا أن روسيا لا تتوانى أبدا عن أي لحظة تريد أن تقدم أي متر وخصوصا يعني لا يوجد شيئا ما يسمى الصداقة في عالم السياسة هي تريد أن تستفيد من أي لحظة أو من أي خطأ أو من أي فجوة أو من أي عمل ربما غير تكتيكي أو غير محسوب بذلك على تركيا أن تكون مستعدة أكثر تصريح شغل في رسائل متعددة مثلا عندما قال نحن نفكر أو نستطيع أن نقوم بعملية مشتركة مع روسيا في مسألة إدلب هل هذا يعني أن تركيا تتخلى عن إدلب؟ لا ليست هكذا الفكرة أي أن سنتشارك مع روسيا في مكافحة الإرهاب ولكن الإرهاب جميعا ليس فقط اليمنيين المتطرفين بل أيضا اليساريين هذه نقطة مهمة بالنسبة لتركيا النقطة الثانية كما تفضلت أن تركيا إذا أرادت أن تدخل مع القوات الموالية أو المدعومة من قبلها باتجاه إدلب نعلم أن هناك عدة آلاف من المقاتلين المتشددين ومقصومين نصفين نصفهم ربما تماما ضد المصالح أو ما يسمى عفوا بالاتفاق سوتي ونصف الآخر ربما هو أكثر براغماتيا من هذا الشيء كيف ستتعامل تركيا في حال الدخول خصوصا بعد التوسع الأخير بالنسبة لهيئة تحريك الشام في تلك المنطقة أتوقع أن الآن على تركيا بعد قراءة العلاقة مع الولايات المتحدة الملكية هناك لقاء مهم جدا لم يحصل بعد ولكن تنتظره تركيا ما بين أردوغان وترامب على ضوء يعتقد ستضعير كثير من هذه الأمور العلاقات مع روسيا مستمرة يعني بالنسبة للاتفاق مع روسيا والتشاور وحتى مع إيران وربما يكون هناك لقاء على مستوى وزراء الخارجية الثلاث يعني إذن ما سيحدث في إدلب سيكون بمطلق الأحوال ونتيجة اتفاق وتوافق مع الروس بشكل أو بآخر نعم سيكون اتفاق مع الروس ولكن أيضا بعد قراءة المشهد الأمريكي كيف سيكون لأن هناك قراءة جديدة الآن في شرق الفرات وهي استراتيجيا أهم لتركيا من إدلب نوعا ما كاستراتيجيا ولكن اللاعبون الدوليون دخلوا في مسألة شرق الفرات أعتقد هنا بدأت تركيا تغير في تكتيكها نوعا ما وهذا سينقلب بشكل مباشر أيضا على التكتيك العسكري بالنسبة لتركيا ولذلك ربما هي التحليل الشرق أبدت أن تستبق الأحداث اللي قراءتها ما يحصل في شرق الفرات ولكن ربما هذا نصر آني بالنسبة إله ولكن لا أراه على مستوى البعيد أنه نصر كبير بالنسبة إله عميد رحل طرحة سيد ردوان أغلو نقطة تتعلق بإمكانية أن تطرح تركيا أمام روسيا أن حرب الإرهاب سيكون بالنسبة لمن ترونهم راديكاليين وأيضا بالنسبة لمن سمعون سيد ردوان أغلو باليساريين ويقصد هنا ربما وحدات حماية الشعب هل يمكن أن تكون تركيا تذهب باتجاه هذه المقايضة الآن بالنسبة لإدلب؟ يعني بالبداية مساء الخير تحياتي لك والطريف الكريم وتحياتي لكل السادة المشاهدين أنا أعتقد أن عملية الربط ما بين شرق الفرات وإدلب الآن غير واردة نهائيا لأن الحرب شرق الفرات لها خصوصية معينة لها ظروف معينة لها توافقات دولية هناك موسكو هناك واشنطن هناك أنقرة أما في إدلب فأعتقد الأمر في إدلب شأن تركيا خالص بعد الاتفاق مع بوتين في 17-9-2018 تغيير الوضع الآن في إدلب لا يحتاج إلى لقاء مع موسكو ولا يحتاج إلى تنسيق مع إيران هو وضع داخلي تغير هذا الوضع على تركيا أعادت الوضع إلى ما كان عليه بمعنى أن اليوم تركيا أمام نقطة حرجة إن لم تتقدم لإنهاء هي التحريش شام من إدلب بعد أن أصبحت سماء إدلب وريف الساحل وريف حماء وريف حلب الغربي مكلنا بالسواد فروسيا ستقدم مع النظام وهناك حشود وهناك عملية هناك قصف على بعض المواقع القصف مستمر يعني القصف لم يتوقف بكل مراحلها لكن اليوم هناك حشود هناك تصريح لوزارة الخارجية الروسية بالأمس يقول من أن تحول إدلب إلى بورة إرهاب يجعل من أن الاتفاق مع تركيا لم يعد وارد ومن أن صيرتات الإرهاب على إدلب يعني أمر مقلق لنا وبالتالي هو يقول من أننا قد نكون بحل من الاتفاق أو التعهدات التي عطاه بوتين للرئيس أردوغان المطلق أقول أن تركيا بلحظة من اللحظات بمرحلة من المراحل شعرت بالارتياح شعرت بأن إدلب أصبحت حديقة خلفية أنها أوجدت نوع من التوازنات والتفاهمات الداخلية والخارجية بالخارجية مع روسيا مدعوم من موقف التركي من ألمانيا وفرنسا باللقاء الرباعي ومدعوم من أمريكا من أن إدلب لن تكون مسرع عمليات وتهديد 3.5 مليون في إدلب لكنها لم تحرك ساكنا في الوقت نفسي أثناء المعركة يعني لم تقوم بدعم الفصائل التي شولت عليها المعركة هنا أتينا إلى التوازنات الداخلية في الجبهة الداخلية استطاعت من إيجاد أن جبهة النصرى أو هيئة تحرير شام حيث مكان مسمى الجميع قاعدة أوجدت تعمل التفاهمات أن حوالي 35-40% التي تسيطر عليها هي التدمير الشام ستبقى حاليا رئيس ما يتم إيجاد حل دولي لأن أخراج 12 إلى 15 ألف من الغرباء من الداخل ليس شأن تركيا خالصا بل هو حوالي 60 جنسية على جميع أن يتعاون متعلقة ببلادهم وبالتالي روسيا تفاهمت هذا الأمر وكان يفترض إنهاء هذا الاتفاق بمنتصف الشهر 12-2018 وتأخر هذا الأمر لأن روسيا تفاهمت أن هذه المشكلة تحتاج لجهود دولية وليس أن يقر فقط لكن اليوم عندما تنقلب هيئة تحرير شام وتسيطر على كافة المعابر وتسيطر على كل خطوط التماس مع النظام وتفرض سيطرتها على الخطوط الطرق الدولية اليوم أبو محمد جلاني يقول أنا سيد القرار العسكري عندما فرض حكومة الإنقاذ أنا سيد القرار المدني اليوم لم تعد هيئة تفاوض تستطيع الحديث باسم إدلب لم يستطع الاتلاف الحديث باسم إدلب لم تستطع تركيا الحديث باسم منطقة آمنة لأن من يسيطر عليها قوام الإرهاب وفصائل موضوع على قوام الإرهاب وبالتالي اليوم تركيا إما إنها موافقة على ما يحصل كما يتحدث أصحاب المؤامرة من أنها ورقة قد تستخدم تركيا للضغط في شرق الفرات أو على تركيا اليوم تغيير الواقع اليوم لدينا حشود لدينا اللواء السفعين مشاهد قوات خاصة أصبح في باب لواء لدينا الفوج 108 هونات ومدفعية تركيا أصبح في خربة الجوز ولدينا لواء دبابات عصر اليوم مساء اليوم ما بين العصر والمساء دخل الواقع الدبابات التركي من خربة الجوز وتوزعها إلى قسمين قسم توجه باتجاه الساحل وقسم إلى ريف جسر الشغور هذه القوات اليوم رغم كل الحشود التركية الموجودة سابقا ودخلا هل هذه القوات مهمتها التحضير لعملية عسكرية مع الجبهة الوطنية للتحرير واستعادة الوضع والتأمل من أن تنهي وضع جبهة النصرى هذه إرادة شعبية اليوم بالداخل هذا مطلب اليوم يوجه إلى الحكومة التركية وهو سترجع تركيا إلى استخدام قواتها بشكل مباشر هذه النقطة النقطة التالية عندما يقول السيد جاويش أوغلو أن هناك عمل وتنسيق وأن هناك قد تكون عملية روتسية تركية هل المقصود بهذا الكلام من أن تكون هناك هجوم من قبل النظام مغطى بطيران روسي وهجوم من الشمال من الجبل الوطنية مغطى بجيش تركي وتقاسم أم أن تلك الحشرة التركية هي لحماية نقاط التركية 12 موجودة بالداخل وحراسة الحدود وترك الداخل لقضاؤها إما نظام الأسد أو جبهة النصرى اليوم هناك سؤال مهم يجب على تركيا أن تتحرك لديها انتزامات لديها سيطرة لديها وعود أعطتها لمنطقة إبليم أن تحميها جبهة النصرى ستدمرها جبهة النصرى ستعيدها إلى نظام الأسد وبالتالي اليوم على تركيا أن تفي بتعهداتها وتجبر الفصائل الموجودة بالشمال على التوحد والقيام بعملية عسكرية مدعومة من تركيا لاستعادة الأمن والاستقرار لثلاث ونصف مليون هناك التصاؤل الذي لم تجبني عليه لماذا تركت الأمور تصل إلى هذه المرحلة تركية أصلا يعني هي تعرف أن تمدد هيئة تحرير الشام بهذا الشكل سيفتح أمام المنطقة سيناريوهات ربما حتى لتدخل دولي أو إنشاء تحالف دولي يعني يتعلق بهذه المنطقة نحن نتحدث عن فصيل بالنسبة لمعظم المجتمع الدولي يصنف على أنه فصيل إرهابي يعني هذا السؤال حقيقة يسأله ثلاثة ونصف مليون سوري موجودين في الداخل السوري لماذا حصل أما حصل أنا سأأخذ حسنية سأقول إما إن الاستخبارات التركية وقادة الداخل كانوا على غفلة وكانت هناك تعهدات من قبل النصر انقلبت عليها أو أن تركيا راهنت على قوة جبه وطنية التحرير التي قدمت كشوف رواتب ستين ألف مقاتل بينما على الأرض وجدنا أن حركة نور الدين الزنكي التي تعدادها على الأقل ثلاثة ألاف مقاتل وزمت خلال 24 ساعة أحرار الشام في جبل شحش في وسهل الغاب على الأقل هناك ألفين إلى ثلاثة ألاف مقاتل استسلمت واستلمت السلحة السقيلة وبالتالي قد تكون تركيا راهنت على قوة الفصائل بكبح جماع عناصر وعصابات أم حمد جلاني لكنها فوجئت من أن تلك القوى غير قادرة على القتال واستكانت للراحة واستكانت لقوة الضامن التركي للسيطرة على الجلال طيب سيد ردوان أولو بالنظر للوضع العسكري الذي تحدث عنه العميد هل تعتقد أن تركيا قد تقدم بالفعل على معركة داخل إدلب عن طريق قواتها أم أنها من الممكن أن تدخل فصائل أخرى حتى مثل الجيش الوطني الذي هو في مناطق محاذية والذي لم يتدخل حتى الآن إلا بصورة بسيطة جدا قرب الحدود المشكلة أيضا في إدلب أنها نعم ربما التواجد التركي هو الأساس فيها حتى لو كنت كما تفضلت أن يكون هناك تحالفا دوليا من نسبة لإرهاب وما شاء ذلك هذا تحالف صعب أن يكون دون أن يكون موافقة تركيا لأن جنودها موجودون في تلك المنطقة وذلك أعتقد هذا صعب جدا دون الموافقة التركية أولا ثانيا أيضا أيضا تركيا ليست لوحدها في مسألة إدلب هناك دول أوروبية خلفها هذه الدول هي أيضا لديها قوة ضغط على التركيا هم ربما يسمحون في بعض الأمور ولا يسمحون هم لا يريدون حتى الآن اشتباكات مسلحة أو اشتباكات ضخمة كبيرة لا يريدون ولا حتى نازحا واحدا أو لاجئا واحدا هذه الضمانات أيضا قدمتها التركيا مقابل الاستقرار الذي قدمته أيضا من قئس أو انتزعته من روسيا ممكن أن نقول لذلك يعني والأسباب كلها لم تنتفي حتى الآن موضوع اللاجئين وموضوع المقاتلين الأجانب ما زالة يعني ربما يشكل مخاوط بالنسبة لكوروطة وبالنسبة لتركيا نعم هذا صحيح ولذلك هنا أنا وافق في نقطة مهمة جدا هناك تراخي نوعا ما من قبل تركيا في مسألة إدلب هناك نوع من أنواع التراخي لأن هناك أيضا نظرة انتظار كما قلت بالنسبة لشرق الفرات لأن تركيا تقيس المسألة السورية كلها بتوازنات سياسية حتى الآن هي تعلم أن التوازنات السياسية لها دور مهم جدا في الدخول والقدوم أو حتى في تعزيز المعارضة أو حتى في دخولها في الداخل لأنها هي الوحيدة التي على الحدود مع سوريا وكل هذه الدول ليست على حدودها هي تتخوف أيضا من عدة سيناريوهات أكبر ربعا من إدلب يعني هي التحرير الشام أو في إدلب بشكل عامية محاصرة يعني إذا ذهبت إلى الشمال القوات التركية والجنوب الروسيا وإلى الشرق هناك القوات الأمريكية التي قالت أنها ستنسحب بشكل مجمل محاصرة لكن شرق الفرات هناك أيضا أمور خطيرة أكثر ربما كما تفضل الضيف الكريم نعم كانت ربما تعويل على أن هناك بعض القوات المعارضة التي ليست على وفاق مع تهل ربما تستطيع أن تكبع جمعها أو يكون توازن قوى ولم يحصل هذا شرق الفرات لماذا أربطه معه هناك تخوف أيضا تركي هل تحاول هذه الدولة الأقليمية بمساعدة الدولة الأقليمية أن تنجعل جرحا نازفا آخر كما فعلت في الثمانينات وخلقت شيء اسمه حزب العمال الكردستاني والآن تريد أن تفعل نفس الشيء لكن على الحدود السورية هناك حزبا كرديا في الشكل ولكن لديه أيضا عمال مرتزقة هو يعادي تركيا ويقوم بعمليات عسكرية ضدها هذا أصبح الآن من بالنسبة لتركيا الآن أعتقد هذا التفكير الآن لا يمكن القبول في هذا الإرهاب اليساري كما قلت هذا مرفوض الآن يمكنك التقدم أولا نلاحظ أن تركيا الآن قوتها المتقدمة طيب أي عملية عسكرية اليوم في إدلب قد يعني تعيد إلى الواجهة موضوع أزمة اللاجئين سواء كان أحد الفصائل في هذه المنطقة هو من يشن عملية ضد هيئة تحرير الشام ونحن نعرف كيف تتغلغل هذا نوع من الفصائل وتنظيم القاعدة كيف يتغلغل داخل المناطق المدنية ما يجعل الموضوع المعركة صعبا فسواء تركيا التي قادت هذه المعركة أو أحد الفصائل فيها الداخل أو حتى شنت معركة من روسيا هذا يعيد المخاوف التركية من موجة لجوء في هذه المنطقة طبعا لهذا هل تترك تركيا الوضع على ما هو عليه دون تدخل في إدلب هل هذا ممكن؟ لا هذا غير ممكن لكن أنا أريد أقول لماذا لم تتدخل في هذا الأسبوع الماضي أو العشرة أيام الماضية نقطتان مهمتان النقطة الأولى هل ستنتهي الحرب إذا دخلت تركيا ضد هيئة تحرير الشام تنتهي في عشرة أيام؟ لا أعتقد أن ذلك أنا لست خبير عن سكريا ومما ضيفون يجيبون عن هذا السؤال هذا حساب مهم جدا هي في معركتي غصن الزيتون ودورفراد أخذت تقريبا عدة شهور هذا أيضا مهم جدا هنا نحن نتكلم عن ثلاثة ملايين ونصف لذلك هذه قراءة مدروسة هذه القراءة تستوجب على تركيا أن يكون لديها تشارك واضح مع جميع الدول يعني الدول الأوروبية التي ساندت تركيا في دعمها ضدها في مسألة اتفاق سوتي وأيضا في مع روسيا ربما التفاوض مع روسيا في مقافحة الإرهاب هذه رسالة لروسيا ولكن ليس معنا أن تقسيم إدليب مثلا أو إعطاء إدليب لا ليس بهذا السورة ولكن هناك اتفاقات أهم من ذلك لذلك الاجتماع الأخير بين قائد الاستخبارات وقائد القوات البرية وقائد الأركان العامة ووزير الدفاع في الجنوب السوري واضح أن هناك تحضرات كثيرة جدا ولذلك هذه التحضرات هي مهمة ربما غرب الفرات يعني إدليب والتي تحتاج إلى قراءة مهمة جدا يعني أعتقد أن ثلاثة مليون ونصف ليس موجود هذا الرقم في شرق الفرات المعادلة مختلفة الآن هنا من ناحية الإنسانية وهذا السبب الذي أقنعت به تركيا العالم في إيقاف المعركة في إدليب فكيف الآن ستتعامل معه؟ هذا مهم جدا عميد رحال كيف ينكر النظر الآن إلى اتفاق سوتشي بعدما حدث؟ هل هذا الاتفاق لا زال قائما؟ هل لا زال هناك جدوى من الحديث به وتطرق له ووقوف الطرفين على التزامات متعلقة به؟ أم أن تمدد الهيئة بهذا الشكل قد أنهى حتى هذا الاتفاق؟ أولا اتفاق سوتشي وجدنا من أن هناك نقطة قوة تركية من أن موسكو لا تستطيع العمل منفردا ولا تستطيع تجاوز تركيا بمعنى أن تركيا اليوم بعد عن موضوعها من أنها تتمحور ما بين حلف الناتو وما بين الانتقال إلى الضف الأخرى مع إيران وموسكو تركيا اليوم دولة محورية في المنطقة هذا الكلام لم أقله أنا هذا الكلام قاله جيميس جيفري عندما انتقذ سياسة أوباما وقال أن عدم أعطاء تركيا دورة المحورية في الشرق الأوسط أضعف الولايات المتحدة الأمريكية وأضعف الحل في سوريا وقوة إيران وقوة موسكو اليوم بوتين يشعر بتركيا القوة عندما قال الأخ فراس من أن تركيا انتزعت الاتفاق من بوتين نعم انتزعت هذا الموضوع بوتين كان يستطيع الدخول إلى إدلب وكان يستطيع الدفع إيران ودفع نظام أسد وحزب الله بعملية عسكرية لكنه يدرك تماما أن خروج تركيا من الاتفاق لأستنى يعني تفريغ كل هذا الاتفاق هباء منصورة يعني إخراج كل الإنجازات الروسية على الأرض ووضع موسكو في مقابل اتحاد الأوروبي وباتحاد الولايات المتحدة الأمريكية وباتحاد تركيا وبالتالي وجدنا من أن بوتين لم يقل الكلمة لكنها كانت واضحة أن علاقة موسكو مع أقرة أهم من إدلب وأهم من طموحات إيران ونظام الأسد لكن اليوم هناك نقطة غاية في الأهمية بناء الشعب السوري في نقطتين بالتنظيمات الإرهابية الموضوع على قوام الإرهاب سواء كانت البكيكي والبياضي الموجودة في شرقين فرات أو بجبيط النصرة وأخواتها الستة الموجودة في إدلب وبالتالي قال لي اليوم إدلب اليوم تركيا مجبرة على أن تكون على طول حدود 912 كيلو متر مشتركة مع سوريا صحيح أن هذه الجبهة كبيرة جدا لكنها ليست كبيرة على جيش تركي يعتبر القوة الثانية في حلف الناتو وبالتالي اليوم لكن يعني نتحدث هنا في إدلب عن مناطق أعمق من الحدود يعني إذن بالتالي قد تكون تركيا ربما هي مهتمة فقط في حماية المنطقة الحدودية وتترك ما تبقى ربما له لأي عملية روسية أنا أعتقد أن هذا الأمر يضر بتركيا أكثر مما يضر بالثورة السورية يعني بمعنى الثورة السورية خسرت جنوب وخسرت عوض الدماشق وخسرت أرياف حمص وخسرت الكثير وبالتالي خسارة إدلب لن تنهي الثورة السورية لكن على تركيا أن تتذكر دائما أن الدعم الأول للبكك هي إيران ومن أن الدعم الأول للبكك والشريك الأساسي لعبدالله أجلان هو نظام الأسد وأن من كان يمول بيادين في شرقي الفرات قبل الوجود الأميركي هو نظام الأسد هذا الكلام قاله بشار جعفري باجتماع مع وزارة الخارجية الروسية بوجود المعارضة عندما وقف صالح مسلم وتحدث ببعض الكلمات ينتقد بها نظام الأسد قال بشار جعفري متى كنت يا صالح مسلم معارض وأنت تدقى الأموال والسلاح من الحكومة السورية اليوم نعم أجيب على سؤال أستاذ فراس أصعب نوع عسكريا من القتال هو قتال المدن وأصعب تكتيك في قتال المدن هو قتال تكتيك العصابات هذا ما تتقنه وجبة النصرة لكن عندما تكون هناك نعم هذا ما تحدثت عنه قبل قليل لأنه من الممكن أن يعيد الأزمة الإنسانية بشكل صعب لكن وجود الجيش الحر وجود سقور الشام وجود أحرار الشام وجود ما تبقى من الزنكي وجود جيش العزة جيش النصر فرقة أولى ساحلية فرقة ثانية ساحلية جيش الأحرار كلها قوة تعدادها على الأقل 30 إلى 40 ألف قاتل نحن مطلوب أن يغطوا هؤلاء جويا وأن تكون هناك عملية عسكرية ترتاح تركيا من عودة النظام وإيران إلى حدودها وتشكيل خطر على الأمن القومي التركي ويرتاح 3.5 مليون سوري يتواجدون في إدلب ومحيطه العميد أحمد رحال المحلل العسكري باقي معي إلى نهاية سوريا اليوم وشكر موصول لك في راس ردوان أغلو المحلل والباحث المتخصص بشأن التركي مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لمتابعة سوريا اليوم فوقوا معنا شكرا